في صمته كلام وفي كلامه رسالة ما كادت قناة الميادين تعلن عن مقابلة مرتقبة مع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حتى تلقفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخبر بالتحليل والتعليق اهتمام الإعلام الإسرائيلي بترويج قناة الميادين للمقابلة نابع من كثرة التكهنات والتساؤلات التي حفلت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال الأيام الماضية ولسيما بعد عملية درع شمالي بشأن أسباب صمت السيد نصر الله وغيابه عن الظهور الإعلامي في ضوء الشائعات التي انتشرت حول وضعه الصحي من المتوقع أن يجري الأمين العام لحزب الله مقابلة مع قناة الميادين بعد أكثر من شهرين على آخر خطاب له ومنذ ذلك الحين كان هناك صمت مدون رغم الأحداث في الشمال والشائعات عن تدهور وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى وبالرغم من عدم تبني الإعلام الإسرائيلي رواية المرض على نحو الرسمي صوق لها باعتبارها احتمالا من مروحة احتمالات تفاوتت بين المرض والخوف والإرباك على مدى شهرين ونصف لم يظهر نصر الله على الشاشة هي فترة طويلة جدا كان هناك مسألة الأنفاق ونصر الله لم يتحدث وهناك ما ورد في العديد من الصحف الخالجية عن أنه مريض أو موجود في اعتقال منزلي لا يمكننا تثبت من ذلك لكن يجب القول أنها فترة استثنائية جدا لم يظهر فيها نصر الله على الشاشة الكلام الإسرائيلي حول صمت السيد نصر الله بعد الترويج للحلقة ليس كما قبله حيث فرض الإعلان عن المقابلة معه تعديلا على الرواية الإسرائيلية والتعامل الإسرائيلي مع الموضوع كان يمكن أن نربط صمت نصر الله بهزيمة حزب الله في مسألة الأنفاق لكنهم منذ فترة وجيزة يتعهدون بأنه يوم السبت المقبل سيجري مقابلة لا يوجد مقطع من هذه المقابلة لكن بالفعل السؤال الذي يسأل في كل العالم العربي أين هو نصر الله؟ هكذا السيد نصر الله يتحدث وإذا كان صمت الأمين العام لحزب الله خلال الشهرين الماضيين قد شغل بال الإسرائيليين مسؤولين سياسيين ومحللين انكبوا على تفسير قراره وأسباب صمته والغاية منه فقد كان للإعلان عن المقابلة معه الوقع نفسه لديهم لا بل أكثر يأتيكم هذا السبت الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس الشريف وبيروت اشتركوا في القناة